موسيقى موسيقى مساء الخير الدعوة للاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية في قضية الطيوني هي العنوان الأبرز اليوم وسط مطالبة وضغط لحضوره من قبل الجهات التي تمتنى أصلاً عن الحضور أمام المحقق العدلي في القضية الأم ألا وهي انفجار المرفأ هل افتعال حادثة الطيوني هي لحرف الانتباه عن تحقيق المرفأ وهل دعوة جعجع هدفها خلق توازن مع الوزراء المستدعين أمام القاضي بطار الذي تلقى دعماً من مجلس القضاء الأعلى اليوم وسط هذه الأجواء يتخوف الرأي العام اللبناني من محاولة تطيير الانتخابات وخلق أجواء تمهد لتأجيلها أناقش في 30 دقيقة هذه العنوان مع ضيف رئيس حزب السلام الأستاذ روجي أدي أهلا وسهلا فيك الأستاذ روجي بدأ انطلق من الأحداث بالطيوني ودعوة الدكتور جعجع للاستماع إلى إفادته وإذا بدك الدعم من مجلس القضاء الأعلى إلى القاضي التحقيق البطار تفضل أولاً حادث الطيوني لدى الرأي العام والضمير الجماعي للبناني كان بمثابة حادث 13 نيسان 1975 لأنه كان بش سبع أيار أكبر من سبع أيار لا أكبر بكثير من سبع أيار بعد ذلك حزب إيران منه بحاجة إلى سبع أيار هو حاكم لبنان فهو منه بحاجة إلى سبع أيار حتى يحكم لبنان عنده رئيس حكومي معينه هو يعني تغير الدولة سبع أيارات تصرنا ما نرجع لل75 هلأ هذا الضبير الجماعي أنا أموجة نظرية مختلفة أموجة نظرية التالية هو أنه نحن دخلنا مرحلات سقوط النظام اللبناني تنظيم سوريا المفيدة اللي بهمة سوريا المفيدة أنه يكون في توازن طائفي داخل سوريا ما نرجع إلى الوضع اللي كانت سوريا عليه قبل 2010 2011 البثثورة على نظام الأسد أو الحروب والثورات اللي سبعت عن نظام الأسد يعني بكل وضوح لازم يكون في بين البلاد العلوية في الثلاث محافظات حمص حمى ومحافظة الشام محافظة دمشق هذه الثلاث محافظات أساسية مشان تثبيت سوريا المفيدة مفيدة لمين؟ للأقليات مفيدة لإسرائيل مفيدة لروسية مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية مفيدة لفلسفة توازن القوة تبعا مترنيخة اللي مش فيها هنري كسينجر وهلأ اللي طلابوا بالحكم وإما كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية إذن لا يمكن أن يكون في عاصمة الأمويين من يدعي الخلافة مثلما لا يمكن أن يكون في عاصمة العباسيين من يمكن أن يدعي الخلافة إذن توازن القوة بهالتوازن القوة بنجيب عد ما بدك إيرانيين ومنشيعون بتودي لبنانيين عد ما بدك بس ما بيكفي ما بيكفي في ولاية بعلبك الهرمال بدها ترجع على ولاية الشام لأن هاي بتعسر كتير هلأ أفغت من أكبر كمية سنية مؤسرة حمى وحمص دمشق بعد فيها توازن معين إن لم يكن هناك ضم على الأقل لهالقضاء من الأقضية الأربعة التي لم تعترف يوما السلطات السورية بأنها يجوز أن تكون في لبنان الكبير بس ما فيهم ياخدوا الأربعة لأنه أولا لم يعنيهم أنه ياخدوا مثلا ولاية ترابلوس لأنه جمهورية ترابلوس الشمالية ممكن تصبح مكان التحام منهجرة من سوريا من جيج السوري الحر في عنا مليون ومثلين ألف مهاجر السوري يعني أستاذ روشيو كأنك عم بحكي عن تقسيم لبنان المخطط له واللي هو قيد التنفيذ اليوم هو قيد التنفيذ اليوم أو هناك محاولة لا بشوف أي مبرر لا للأزمة الاقتصادية عم تحكي كل شيء يجب ينضار عم تحكي محافظة الهرملة بعلبك ستنضم إلى مفروض بدهم يستعدوها إلى ولاية الشام اللي هي تمتد مع حمص وحمام بصفف فيها طيب شو هي الظروف يلي عم تتكون بلبنان للتمهيد لهذا التقسيم حضرتك عم تقول أنه طيوني شبيهة ب13 نيسان نعم مثل ما بيقول الرأي العام وكل المحاولات تبع محاولات الفتنة اللي حاولوا يشعلوها قبل اليوم مع هيك من وقت استسماحها وإلى آخره كل هالمحاولات هاي دي تنصل لها الاستحقاق هلأ وصلنا لها الاستحقاق لأنه بقين واحد حضرتك عم تقول معلاش سوريا المفيدة نعم يعني مفيدة للكل لا مفيدة للسورية هيدا عم نأكل للنظام السوري ببشار أو بدون بشار بماهر أو بدون ماهر بهالأسد أو بأسد آخر مش هيدا المهم المهم أن لا يكون سني في عاصمة الأمويين في موقع الحكم نعم على الصحة اللبنانية وهيدا في وفاق عليه إقليمي بنظري أكتر مما يظهر يمهد لهذا التقسيم من لبنان نعم كيف من لبنان من الذي يمهد أول شيء أول شيء حللنا الدولة مضطر في دولة نزعنا كل شرعية عن الدولة حللنا أهم في دولة لبنان كان الصمود الاقتصادي ما ننسى أنه القطاع المصري فيها القطاع الخاص الصمود الاقتصادي بالتاريخ بالتاريخ الحروب اللبنانية حروب الآخرين في لبنان يعني من سنة الخمس سبعين اللي صار في حروب قبل منا بس من سنة الخمس سبعين اللي حصل في لبنان كان هائل وبالرغم من ذلك صمد الشعب اللبناني اقتصاديا لا قدرت إسرائيل تخضعوا أو تفصلوا عن العالم العربي لأنه بتعتبر مثلا إسرائيل أنه علاقة لبنان بالعالم العربي لها بعد اقتصادي ما بتفهم قديش إلها بعد ثقافي وحضاري وتاريخي أبعد بكتير وعم بحكي هنا عن أهل السنة عم بحكي عن لبنان بتاريخ لبنان نعم بكل وعم بحكي عن عن ما هو نواة الكيان اللبناني الذي الذي هو كيان بدأ منذ 1300 1300 عام مع ماريوحنى مارون الأم المارونية عندها هي هي عندها أكثر من علاقة تاريخية وعروقية مع مكة المكرمة ومع العالم العربي هيدا المشروع وين صار أديه صار ممهد لألو أديه صار ماظري ما فينا نألف حكومات نألف حكومات ما فيها تحكم مشاك نعم ألا حادث منعض قطع مجلس الوزراء فيه قضاء مكرى الجيش شو فيه وسيلة إننا ندخل بمعركة مع الجيش لنضرب هالمؤسسة علمان فيه تهديد للجيش يعني بسأل شيخ صفي الدين غير التهديد فيه محاولات عظيم دخول أنا بنظر للطيوني بنظر على نية طورية الجيش بمعركة بالصراع أوكي بالصراع لضرب الجيش ضربه من الداخل وضربه من الخارج وبتلاحظ أنه كل الدول المعنية بلبنان بهم الجيش صحيح وفيه دعم بشكل مباشر بتساعدوا حكريا بتساعدوا إنسانيا بتساعدوا بالمعيشات مش من اليوم مزبوط مش من اليوم يعني من الأثبات السابقة لغاية اليوم لأنه يعتبر الجيش هو قوة التماسك بين المناطق اللبنانية وبين الشعوب اللبنانية وبين ما يسمى بالمكونات يعني أستاذ روجي فيه انحلال المؤسسات الدولة القطاع الخاص راح قطاع المصرفي راح التربوي الصحي فيه هجوم كتير كبير على القضاء بعضه صامت شوء بعض الشيء وفيه الجيش يعني عندما تنحل كل القضاء مش صامت قضاء معطل يعني قضاء معطل اللي عنده قضية خلي شوف شو عمل عظيم أي شيء أيام عاملة أيام عاملة القضاء كل شيء معطل وسيعطل أكثر الإرادة هي اليوم يعني عطوه نفحة إذا بدك دعم المجلس قضاء الأعلى للمحقق العدلي البطار أهم شيء الشعب اللبناني الشعب اللبناني والرأي العام دعم دعم المدعي العام بس هالدعم بحد نفسه لا يكفي لإحقاق الحق ولا يكفي لإعادة الاعتبار لفعالية القضاء لأن القضاء في عنده كل الملفات اللي ما قدر تابعها من ملفات اغتيال الرئيس الأول والرئيس الجمهوري التاني ما عم نحكي بالله لا يحكي بيري لا يحكي بيري عظيم مختصر مفيد القضاء مصداقية القضاء بالرغم من ذلك تبقى لدى الشعب اللبناني هم لأنه بيعرف الشعب اللبناني أنه فيه شخصيات بالقضاء فيه أفراد بالقضاء منهم فاسدين عندهم استقلال ذاتي عندهم ثقافة معينة عندهم احترام لنفسهم بيعتبروا أنه شرف القضاء وشرفهم وشرف لبنان شيء واحد هو لمن الأكترية حديث عن الأكترية لأنه أنا محامي وبعرف وعندي قضايا وبعرف وعندي علاءات بالأوساط إن كانت بأوساط المحامين أو عالم القضاء وبعرف بس في جيل جديد جيد جدا إنما هذا كله ما بينفع لأنه في شيء اسمه البسيكولوجي دي جهوب يعني المجموعة ما هيك لمن بيغلب عليها الأخباط والفساد خلاص خلاص والأحباط والفساد بيخطبوا بعضهم بأي إطار برأيك بالرؤية السياسية بتتهدف للوصول إلى الفكرة يلي حضرتك عم تحكي عننا اليوم صار في الطيونة استدعى سمير جعجة للاستماع إلى إفادته من قبل مخابرات الجيش بأي إطار تأتي هذه الدعوة من ناظرتك السياسية لتوريط لتوريط القوات اللبنانية اللي عندها قاعدتها وشعبيتها وقاعد ضاربية وقدرة ضاربية عسكري لأنه في عندها شباب كانوا عم بيتدربوا مش عم نحكي على القديمة اللي بتعرفها لا كانوا عم بيتدربوا عم بيقاتلوا بعدة حروب إقليمية عندهم تدريب زي مستوى تدريب الجيش الأمريكاني عن القوات الخاصة بحكي عن القوات اللبنانية عندهم هالقوة بيعرفها حسب الله ونهاكي بيحكي إنه خمسة عشر ألف إنه هو عنده مئة ألف بيجوز بده مئة ألف حتى قاتل الخمسة على القوات اللبنانية بيجوز بده مئة ألف تقاتل خمسة عشر ألف لم بيكون في عندهم الدعم اللوشستي نعم طبعا هو بيعرفها الشيء فعصد هذا كلام كبير يا سيزم للقوات اللبنانية عم تدرب برا يعني لا مش عم تدرب بدا لما صار في يا شباب لما يجيوا شباب بده نروحوا يلاقوا شغل نعم عم بيجيون شغل عم بروحوا يشتغلوا كانوا بحرب العراق مين عم بيوديون شركات أمنية خاصة بيشتغلوا على شركات حكومات الأمريكية الحكومة الأمريكية أسميش كقوات كرجال شباب بس وين راحوا هودا راح ابنك رجع على البيت بيعتدير لك على بيتك ابنك بيدفع عن بيتك أسميش بقرار سياسي عظيم طيب بالاستهداف بالإشي اسمه قرار سياسي دفاع عن دفاع ذاتي كل لبناني بيصير سمير جعجع لمن مهدد جبل لبنان البد يطلع على معراب عم بيطلع عبيتي وعبيتك ما حدا يمزح بهالأمور وهني بيعرفوها بيعرفوها بس هني الهدفهم مش هيدا شو هدفهم بيعرفوا حدودهم كذلك الأمر شو الهدف إسقاط إسقاط دولة لبنان الكبير نحن دخلنا مرحلة نهائية لدولة فاشلة لم يتلكفها النظام الدولي ويعلنها دولة فاشلة ويكفي يد المنظومة أنا اللي عم بضعة من أشهر لها الأمر ويكفي يد المنظومة ويجي ياخدها لمرحلة حوكمة انتقالية وتنظيم الإنقاذ الاقتصادي الإنقاذ النقدي تنظيم انتخابات تؤدي إلى وجوء بقانون انتخابات محترام أو حوار يحصل في مكان ما كل هالدول اللي عندها مشاكل في عندك ساعة سوتشي وساعة عندك جناب ومؤتمر فليتين ليه ما فيش إلى لبنان أبدا ما فيش إلى لبنان أنا بتعرف بتواصل مستمر مع كل الطاقم الديبلوماسي في الداخل وفي الخارج لأنه هذه التجربة تبعاً كل نضالنا في التاريخ نحن نحن مدرسة العامية كنا كان نشتغل على أساس السياسي نحن مش جامعة حمل السلاح بس دا مش معناتها أنه ما منحافظ ما مندفع على بيوتنا ما هيك مش معناتها ما ندفع على بيوتنا ولا لما منعرف أنه أصبح المطلوب استبدال لبناننا بلبنان إذا ما منتعرف إلي بنا نهاجر منه ما رح نهاجر من هالبلاد ما حدا مستعد يهاجر من هالبنان والمهاجر مستعد يرجع ليخود أي معركة لم تكون المعركة وجودية ووصرية مدى شيء اللي ما بيعرفه بيعرفه انفجار المرفأ بأي سياق يأتي ليش الدول الكبرى التي تحلق وتجوب أقمارها الاصطناعية فوق هذه المنطقة سيأبد بيومتها ما عنده تصوير ويقال أنه بوتين وعد أنه يبعت للمحقق العدلي ما بيعرف أديش صحيحة أو مش صحيحة هذه الخبرية يعطي لبنان صور الأقمار الصناعية لمهم بأي إطار أتى انفجار المرفأ أنا شخصيا قناتي الشخصية وهي دي قناعة تبقى وهي ماذا تقول أنه صار في عام العسكري إسرائيلي على مكان مرفأ بيروت مكان لحزب الله على موقع من مواقع حزب الله لأنه لقى كل الحدود مثل ما الجيش بيكون على الحدود وعنده المسؤولية الأولى على كل مرفأ من مرافق لبنان يعني مرفأ سياحة بجبال الجيش مسؤول عنه أي مرفأ بلبنان مسؤول عنه الجيش فيه جيش مسؤول صوري محل ما بيكون حزب الله مسؤول فعلي من المرافق البحرية إلى المرافق البرية مثل مطار بيروت هذا مش سر يعني المطار والمرفأ سيطرت الجيش عليه سوارية والحدود كلها مع لبنان هذا مش سر لا سر على اللبناني ولا سر على العالم نحن بدنا نتعامل مع واقع اليوم في خطر رؤيتك بتقول أن هذا عمل إسرائيلي لبنان قيد التقسي المنصرات العملية كانت عملية إسرائيلية طلعت أكبر مما الإسرائيليين كانوا متوقعين تكون لذلك تراجع الاعتراف هني ما بيعلنوا على الاعتراف هني ما اعترفوا بتذكر جو بايدن لا هو رئيس ترامب كان ترامب أو بايدن كان الرئيس ترامب بده ينزل على المؤتمر الصحي بموضوع كوفيد مجتمع بالجنرالية ومستشعين الأمن القومي بيقولوله شو حصل ببيروت وعطوا فكرة عن خطورته بس وصل ما جاء وقت يناقش أو يفكر أو يفكروا يلولوا لا ما تحكي فيها بعد علنا عم بيعتزر للصحفيين أنه هو تأخر قال لهم فيه تفجير صاروخ صار بلبنان فيه صاروخ تفجير صار بلبنان مهم كتير وخطير كبير التهيت مع مجلس الأمن القومي هذا التفجير إلى أي مدى يخدم مسار التقسيم موضوع آخر أنا برأيه بحد نفسه معامل عسكري إسرائيلي سيتبعه عمال عسكري إسرائيلي ما أتوقعه أنه إذا كان هذه قملة يابا زاكي هرشيما بتكون بالمطار ولم تصير هرشيما بالمطار بتلقط لغاية المجلس الشورى مجلس الدستوري يعني بتلقط كل منطقة لغاية الحدث لأنه بتلقط من مرفأ هادي اللي هو على الأوزاع للمطار للضحية الجنوبية والضحية المهمة بالضحية الجنوبية مش اللي ما بتشوفها اللي تحت الأرض بتصال لهني هاي دي كارسة كبيرة هاي دي إذا يعني أنا أنا بعتبرها هاي دي عمل نموي إذا عملتها إسرائيل كأنه ضربت أمري نموية على طهنان وعلى بيروت بألن واحد عظيم بجوز ما يعملوها وبجوز كان اللي عم ينعمل بمرفأ بيروت انذار بهالشي لأنه ما فيك تعمل عملية بهالكبر بدون ما يكون فيه على الأقل غض نظر أو يصور حادث هني منهم ما بيعرفوا ليش يعني شي في عندهم هلأ في إشا كتير بتستعمل طب لاش ما بيعترف مثلا حزب الله أنه هذه ضربة غير الليزر في شي اسمه المايكرويف بومب هاي دي شغلة بسيطة بس بتشعله النار بتلاحظوا بسيطة طب إذا كانت ضربة إسرائيلية أستاذ روجي ليش حزب الله لم يتهم إسرائيل بهذا العمل لأنه هو هو متهم بالمسؤولية عن التخزين في المطار وعن استعمال المطار قاعدته كعسكرية الأولى ما في عنده قاعدة عسكرية بالمرفأ أصلا طبعا المرفأ عم يستعمل المطار بس المرفأ مرفأ بيروت هذا بسيط يعني لما الاثنين بيكونوا مالهم مصلحة بيغطوا على بعضهم وغطوا على بعضهم بكل وضوء في مواجهة هذا المخطط نعم هل هناك مواجهة بالسياسة في لبنان هل برأيك محاولة تغيير هذه المنظومة التي تسعى إلى هذا التقسيم من خلال انتخابات من خلال شيء آخر نحن بتسابق في تسابق ما مين نحن بتسابق بعد عندي خمس دقائق نحن بتسابق التسابق هو إذا فيه انتخابات إذا فيه انتخابات ضغلوا الانتخابات البلدية اللي كان يهمنا أمر ما رح تصير انتخابات بلدية وما عم بيحكوا فيها انتخابات النيابية كانوا عم بحكوا فيها وعينوا ومعيدوا عزيزة أده شو عوّل على الانتخابات فيه إحداث ثلاثية أنا برأيه ولا شيء كل ما يعوّل إنه فيك بأحسن الحالات تجيب عدد من نواب أده أنا برأيه فيك تصال لغاية ماكسيموم لغاية الثلاثة واربعين نايم الآن متفائل مش عم بحكي إذا كنا مجتمعين عم بحكي إذا كان مثل ما عم تتنظم الأمور يعني كل مجموعة الأنون ما هو الأنون ما بيسمح لك إنك تعمل تحالفات انتخابية تعمل تحالفات بعد الانتخابات بالانتخابية لانت إليك مصلحة فيه عندك تجيب ثلاثة حاصل عظيم عظيم ثلاثة حاصل فيه عندك بدون منفوض بالتقنية ما اختلف يعني هيدا الموضوع ما بقى فيه ما أنك أنت بنظام انتخابي فيك تجي تفرز أكترية جديدة لذلك موضوع المنظومي أو لا المنظومي المنظومي مرفوضة صارت داخليا في لبنان بالضمير الجماعي اللبناني ودوليا مرفوضة إنما هالمنظومة هاي التعاطي معها تعاطي أمر واقع يعني بالانتخابات فقط سيد روجي تستطيع أن توقف هذا المسعى لا خلاص نحن رايحين تقسيم تقسيم حضرتك متما أنت نحن رايحين هذه وجهة نظرك نحن مفروض على الصعيد اللبناني والدولي نعم نسوق رؤى لتنظيم لبنان بشكل يقدر ينجح فيه بالمئة سنة المقبلة المئة سنة الماضية راح احنا شو عملنا عملنا النظام الملكي الجمهوري الفرنسي تبعها الجمهورية التالتة وزدنا عليه الامتيازات للطائف الماروني بسبب الطائف هي الامتيازات اللي لويس الرابع عشر ونابوليون ما كان عندهم إياها لأنه بكل الملكيات بكل الملكيات بالتاريخ بما فيها الملكيات اللي هي بالمنطقة عندنا في أمره بيكونوا مسؤولين عن مناطق يعني فيه نوع من اللامركزية الاتحادية نحن اليوم فتنا بمرحلة جديدة من التاريخ اللبناني نعم نحن نحن دخلنا مرحلة تصفية لبنان الكبير وراء أو لإنقاذه يعني إنقاذ لبدال الكبير إعادة تنظيم لبنان الكبير كما طلب بالأساس جنرال جورو إنه نظموه مثل ما تنظم بسويسرا عهد نابوليون يعني قبل بمئة سنة من 1920 كان نابوليون هو نظم سويسرا ونجحت على مئة سنة يعني مئة سنة أصبح السنوات المقبلة شو رحي بعد عندي دقيقتان السنوات المقبلة شو رحي يصير أي لبنان أي لبنان كثير بعيد كثير بعيد السنة بتبقى أنا عم بحكي بالأشهر المقبل عظيم أشهر إذا ما ننقذ ما بدنا ننقذ لبنان خاصة إذا كان في حرب إسرائيلية إيرانية وفي حرب بتأدير إسرائيلية إيرانية قبل نهاية السنة أو إذا قبل نهاية شهر المقبل لأن هذه الحرب ما فينا نكون بعاد عنها طبيعي بوجود الجيش الإيراني الرئيس والأساسي اللي هو جيش حزب إيران في لبنان ما فيك نرب منها ولا حتى غزة فيها تهرب منها إذن هالحرب رح تصبح حرب شاملة بين المحور وأدوات المحور وإسرائيل وإسرائيل هلأ أمريكا منا بحاجة تدخل أبدا كل ما في الأمر نحن على أبواب حرب نعم نحن عم أطشق ما توخزني نحن على أبواب حرب بل ليلي بدحها بل ليلي بدحها نحن على أبواب حرب بس هيدا مش هيدا أسوأ ما يصيب لبنان أسوأ ما يصيب لبنان هي إيرادة واتفاق ضمن بين مين ومين بين المعنيين بين المعنيين هللي عندهم سلطة بالدولة وبين حزب إيران أنه إيران تعنيها سورية أكثر ما بيعنيها بعراب تعنيها سورية سورية أساسية اليوم سورية بدها تبقى فيها ومش بأكيد أنه رح يخلوها فيها بتعرف أنه الإسرائيلي اللي كان بموسكو مع بوتين من ثلاثة أيام بشو حكيو حكيو بانتهاء بانتهاء الدور الإيراني في سورية بنت مع بوتين صحيح أنا بدأ أشكرك السيد روجي في كتير كلام بدأ يتدوى عليه لازم نعمل حلقة تاني لكن أهلا وسهلا فيك السيد روجي مشاهدينا انتهت الحلقة ملتقانا غدا مع ضيف جديد من صوت بيروت انترناشنل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر